رأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الجلسة الخامسة للمجلس وتم خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الرد على الخطاب السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس مؤكدين أن ما تضمنه الخطاب الملكي السامي يعد استشرافا لما تتطلبه المرحلة المقبلة من تدابير وتشريعات وبما يتوافق مع خطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها الحكومة وتم خلال الجلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة ثلاثة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 ميلادية والموافقة على توصية لجنة الخدمات بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم جيم إلى المادة 32 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 والموافقة على توصية لجنة الخدمات بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة رقم 35 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 والموافقة على توصية لجنة الخدمات بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل كما عوذنا جلالته في كل دور يقدم الرؤى الملكية الثاقبة لجميع المجالات وقد كان خطاب جلالة الملك في هذا الدور كالعادة خطابا جامعا شاملا لكل الرؤى الملكية التي تهم الشأن الوطني والشأن الدولي في كل المجالات السياسية الاقتصادية الثقافية البيئية ونحن كمجلس الشورى علينا جميعا أن نبذل جهدا كبيرا ونشحد الذهن للعمل بما جاء في هذا الخطاب في كل المجالات وأن نعمل جاهدين على إصدار التشريعات في كل ما ورد في الخطاب السامي في كل المجالات الاقتصادية والثقافية كما ذكرت وغيرها تقدم مجلس النواب بمشروع قانون بأن المرأة المجهضة تحصل على إجازة وضع الموجود حاليا أن المرأة عندما يتم الحمل وصير لها إجهاض قبل 22 أسبوع تحصل على إجازة مرضية فالموضوع متحقق على أرض الواقع وما نحتاج أن نغير في أي شيء لذلك انتهينا اليوم في مجلس الشورى أنه لا يوجد أي تغيير وطبعا هذا الموضوع أيضا إلى تبعات أخرى اليوم كان فيه مشروع قانون بتعديل المادة رقم 35 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 16 لسنة 2012 وهذه التعديل يقضي بإعطاء المرأة ساعتين رعاية لطفلها المرأة العاملة في القطاع الأهلي لمدة سنتين بمساواة بالمرأة العاملة في القطاع العام وطبعا رأت اللجنة أن هذا التعديل لا يخدم المرأة ولا يخدم أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية لنهوض بالمرأة البحرينية فهذه المساواة حقيقة لا تخدم المرأة البحرينية لكثرة الإمتيازات إعطاء المرأة إمتيازات كثيرة في القطاع الأهلي تجعل أصحاب الآمال يعزفون عن توظيف المرأة البحرينية في هذا القطاع ترجمة نانسي قنقر